لا يحكى بالمشاعر يعني بالشيء يعني ما قد منعبرت عنه ما تلاغي تعبير يعني صرنا نحس المرض الخوف صر نحسه مرض عضوي يعني تلاغي بجسمك بشيء بيمسكك من الخوف أو في شيء يعني تحسه بنقطة بجسمك يعني تحسه مرض عضوي ما هو يعني لكن ما عم نتخلص من الحكي هذا يعني صدقاً نعم نسمع طائرة أحياناً نرجع وين يرجع عفكارنا لطائرات والرقم The last year in Yahya's life has been dominated by war. His house, in the northern city of Aleppo, was destroyed by an airstrike. The family had to run away to this camp where more than 10,000 internally displaced people are settled. Most of them came here escaping the violence and want to cross the border to take refuge in neighbouring Turkey. يهيه يساعد في سيريا. يهيه يساعد في تركيا مع أخرى سيريان. يعمل كمشة عملية لتعبيره في حياتي، هو واحد من 600.000 سيريانين الذين قادموا في تركيا. اشتركوا في القناة